السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقوال مأثورة القرامة فوق كل شيء فوق الصداقة وفوق القرابة وفوق الحب أيضا الضياع هو حياتك بلا سلاة إذا مللت مني ووجدت من يعوض مكاني لا تختلق المشاكل بيننا أو تتجاهلني تجرأ فقط وأخبرني لا ترهق نفسك مع أناس اختاروا أن يفهموك خطأ فقط ارحل بصمت فالأيام كافية لتريهم من كنت ومن تكون عشت كثيرا حتى اقتنعت أن الاستمرار في العتاب تعب والتجاهل أفضل كثيرا من نقاش لا يثمر عن شيء لا شيء يستحق أن ترهق نفسك من أجله فتجاهل من يتجاهلك واهتم بمن يهتم بك وسلاما على من رحل من حياتك نصيحة لكل فتاة لا تكوني فتاة تحلم برجل اقرأي تثقفي ازدادي نجا وعلما وجمالا ثم كوني فتاة يتمناها ألف رجل شكرا لمن هم دوما بجانبنا بدون سبب وبدون شروط وبدون مصالح شكرا لمن علمني بأن نهاية التقدير إهانة ويا ليت المشاعر ترى ليعرفا كل ذي حق حق قد تدعف فترة في حياتك وتعتقد أنك لم تعد تقوى أبدا ثم يهيبك الله قوة حتى في أحن اللحظات لا تلين كانت تبتسم وكأن قلبا ينبض في وجهها ابتسامتك الأعجوبة الثامنة وأما السبع السابقات كلها أنت لم يخلق القبح لحواء أبدا فكل فتاة لها جمالها وإذا التقينا والعيون روامق صمت اللسان وطرفها يتكلم تشكو فأفهم ما تقول بطرفها ويرد طرفي مثل ذاك فتفهموا عذبة هي كسماء امتدت يمينا وشمالا واحتضنت كل الأقمار التي زينت جوفها عدو الأنثى البخل وليس البخل بالمال فقط فمنهم بخيل بالاهتمام والعاطفة ومراعاة الخاطر وفهم الملامح شعور يحرق القلب أن تفتح محادثة شخص يعني لك كل شيء تتأمل اسمه لساعات طويلة وأنت تريد التكلم معه لألف ساعة وأنت عاجز عن كتابة حرفا واحدا الحمد لله الذي نظن به خيرا فيقريمنا بأفضل من ما ذننا به الاحترام تربية وليس ضعف والاعتذار خلق وليس مذلة الاحترام والأخلاق والأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى علم أولادك الاحترام تربية وليس ضعف والاعتذار خلق وليس مذلة علموا أولادكم حب فاطمة وأخبروهم بأنها الأم التي كلما احتاجوا إليها أغاثتهم وحنت عليهم تزوجها ويغار عليها حتى من السواك الخاص بها دخل عليها فوجد في فمها السواك فقال ظفرت يعود الأراك بثغرها أما خفت يعود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز منها يا سواك سواك صلى الله عليك يا حبيبي يا حبيب الله بعد زواجهما يقول سيدنا علي فأحببتها حبا عظيما فوالله ما ناديتها يوما يا فاطمة ولكن كنت أقول يا بنت رسول الله وما رأيتها يوما إلا وذهب الهم الذي كان في قلبي ووالله ما أغضبتها قط ولا أبكيتها قط ولا أغضبتني يوما ولا أذتني يوما ووالله ووالله ما رأيتها يوما إلا وقبلت يدها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة حبي لك كعقدة في حبل فتضحك هي ثم كلما مرت عليه سألته كيف حال العقدة يا رسول الله فيقول كما هي اللهم ارزقنا حب كحب رسول الله لعائشة صلى الله عليه وسلم يا حبيب يا حبيب الله عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم الحب هو أن ترى مئات الأشخاص ولا تشعر إلا بحبيبك ترجمة نانسي قنقر